النور المقدسة أو الشعل المقدسة هل هي معجزة من إلهنا؟ هل إلهنا بيعملها ليبرهن قيامة المسيح؟ أو لاش بتصير؟ وفي أكتر من 60 سنة من تاريخ الكنيسة مدوم بالكتاب المقدس ما بيذكر شيء على هذا الموضوع سنة 1160 ميلادياً بيقولوا أنه توسقت أول مرة هذه الحدثة يعني بعد الانشقاق الكبير بس إذا إلهنا بدي برهن القيامة من خلالها في أسئلة بتنطرح ليش إلهنا بيعملها يوم سبت ليبرهن القيامة اللي صارت يوم أحد؟ ليش إلهنا بيعملها بهالقات سرية تامة؟ يعني بيفوت هذا الإنسان ما حدا معه ما حدا بيعرف شو فيه جوا ما حدا بيقدر يشوف وبعد شوية بيخرج عم بيستعرض المعجزة إذا إلهنا بديو يعلم شي للناس ليش بديو يترك مجال للشك شو فيه جوا؟ والأكتر من هيك ليش إلهنا بيعملها مع فئة معينة من المسيحيين دون سواهن؟ وما بتصير هالمعجزة إلا مع هيد الفئة وهن بيتباهوا بهذا الموضوع هيد المعجزة ما بتقدر تبرهن قيامة المسيح هاي المعجزة بتبرهن فئة معينة من المسيحيين أنه هن الصح على حساب غيرهم خاصة أنه هن بيقامنوا أنه ما حدا بيفوت للسنة إلا إذا كان من هيد الفئة أنا بيقل لك قيامة المسيح منا بحاجة للنور تاي برهنة هي مبرهنة بالكتاب المقدس وخارج الكتاب المقدس ببراهين كتيري ما فيه أي مجال للشك وبيقلك أنه إلهنا ما عنده طوايف عنده مخلص اسم يسوع المسيح إذا أنت بتآمن بموته عن خطياتك وقيامته لحتى يخلصك هو بخلصك وإلا ما فيه خلاص لو كنت بأي الفئة يلي كانت من المسيحيين فكر فيها وهذه فرصة للتغيير